المال المال بس خلي بالك بقول لك هتكلم بعلم مش هتكلم واتكلم وخلاص هتكلم بعلم طب ايه ابو يحيى لما لاي في المنام حد بيديني فلوس ورقية او معدنية ودي لها حلقة ان شاء الله نعملها ولكن اعرفالكم لما حد يديني فلوس بس تكون معدودة عارف عددها طب لو قابلني كده وانا باخد فلوس حد يديني عشرين جنيه حد يديني خمسة حد يديني مية الله وهنخش تاني في حلقة للارقام هنا عشرين لما شوفه في المنام ما فيش مفسر من معبرين الرؤى والمنام في جميع الوطن العربة او في العالم يسمع كلمة عشرين او رقم عشرين ويقولك ده وحش لا ده رقم جميل جدا اول ما شوفه في المنام على طول بقول للانسان صاحب المنام لو انت مظلوم هينصرك ربنا لو انت لك عدو هينصرك عليه ربنا لو انت لك امر ربنا هيتمهلك بالخير وإياكم منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين بإذن الله يعني هنا رقم عشرين رقم غالب مش مغلوب طب ايه تاني في المنام رقم خمسة لما شوف هذا الرقم الجميل جدا ده اقوم على طول فرحان جدا جدا بس على طول لما باجا عبر لصاحب المنام منامه ويقول لي ده والله ده انا يحدد داني خمسة او معايا خمسة فبسأله على طول انت بتصلي ولا لا ليه لان ربنا سبحانه وتعالى اختص رقم خمسة لسيدنا النبي في الاسراء والمعراض بالصلوات الخمسة الفجر الظهر العصر المغرب اللي عشان تمام كده ولكن فيه توقيتات توقيت ما بين الفجر والظهر والعصر والمغرب فلما شوف رقم خمسة هنا على طول باعرف ان صاحب المنام عايز امر من ربنا سبحانه وتعالى عايز امنية يحققها عايز امنية يحققها اه ولكن هيتم الحصول عليها بس مش بسهولة شوية ويتم الأمر طب ليه لان اللهم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حبيبكم محمد علشان ربنا يفتح علينا ونقدر نفتكم لاننا قدت ما بين كل صلى وصلى وقت فعلى من خلص الخمس صلوات يوم كامل على من خلص الخمس صلوات يوم كامل هنا يبقى رقم خمسة رقم حصول مراد وفيه خير وخير اوي 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 رقم مية رقم محمود رقم فيه خير ولكن برغم ان رقم مية رقم جميل جدا ولكن الرقم ده بالذات او المجينية او رقم ده بيعبر من شخص لشخص بيعبر من انسان لانسان ومن رمز الرمز في خير في فرج او فيه ممكن ساعات معصية والله اعلى واعلم ولكن تبع رؤية اللي بيبقى قدام مني